أنه لازم نطيع الحاكم، نطيع الأمير، السلطان، الملك، الرئيس، المرشد الأعلى، ولي أمر المسلمين علينا أن نطيعه وأن لا نشاقه أو نتحداه هذا الأمر الأول الذي يفتخر به مسلم ابن عقبة، مسرف، ويسأل الله به أن يغفر له طاعة ولي الأمر الأمر الثاني ما هو؟ ولم أفارق جماعة مسرف هذا يجعل الأمر الثاني الذي يفتخر به أنه كان ملتزماً بالتمام والكمال بمبدأ الوحدة الإسلامية وجمع ولم شمل المسلمين وعدم إذكاء نار الفتنة أنا على طول الخط لا أفارق الجماعة ممثل الآخرين الذين يحدثون الفتن ويفرقون بين المسلمين فيارب هذا عملي أقدمه بين يديك الأمر الثالث ولم أغش إماماً سراً ولا علانية، أنا كنت مخلص لإمامي يزيد بن معاوية، ومن قبله معاوية بن أبي سفيان فما غششته ولا غدرت به أو خنته أضرب من كل هذا ما هو؟ ولم أعمل بعد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله يعني الرجل يعبر عن كونه مؤمناً يؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا أعظم عملي لم أعمل بعد الإيمان بالله ورسوله عملاً أحب إلي ولا أرجى عندي أكثر رجاء عندي من شنو؟ من قتل أهل الحر يخاطب إلهه يقول إلهي إني أتقرب إليك بهذه المجزرة التي ارتكبتها ارتكب هذه المجزرة لا طمعاً بمال أو بمنصب بل تديناً إخلاصاً لإمامه الذي يعتقد ولايته ووجوب طاعته يزيد بن معاوية هو معاوية قبل ما يموت أوصى يزيد كما في التواريخ قال له إن لك يوماً من أهل المدينة أنا أدري مشاعر أهل المدينة ذول المهاجرين والأنصار وأبناؤهم الذول لا يحبوننا نحن آل أبي سفيان فسترى منهم يوماً فإذا خرجوا عليك ارمي بمسلم بن عقبة ارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد بلوناه ووجدنا إخلاصه ونصيحته هذا مخلص لنا هذا يؤدي العمل عن إخلاص عن تدين هو يقول أنا هذا ديني مثل مثلاً بعض الدواعش بعض الإرهابيين الذين حين يفجرون أنفسهم أو يقتلون ويسفكون الدماء يفعلون ذلك عن تدين لا طمعاً بشيء ما هذا واحد من هؤلاء وهو يظن أنه يتقرب بهذا إلى الله ليش؟ لأنه إنما يخمد بذلك الفتنة فتنة الذين شقوا عصى الطاعة وخرجوا على الحكومة الشرعية الآن إذا كنتم تعلمون مثلاً أنه هذه القوات في إيران التي تسمى قوات البسيج أي قوات التعبئة الشعبية هذه مخلصة لإمامها علي خامناء تقمع تديناً يعني كثير منهم يقمعون الناس تديناً يقتلون الناس تديناً لما يخرج الناس مثلاً في بعض المظاهرات السلمية في طهران وتشاهدون أنهم يقمعون ويقتلون ويدهسون أحياناً بسيارات الأمن وسيارات البسيج اعلموا أن هؤلاء حين يقدمون على هذه الجرائم هم يظنون أنهم يفعلون هذا لأنه واجبهم الشرعي أن هؤلاء وإن كانوا الشعب بأكمله هؤلاء كلهم عملاء كلهم فسقا كلهم فجرا كلهم من أهل الفتنة والواجب المحافظة على نظام الجمهورية الإسلامية لأن إمامنا الخمينية قد قال وعلمنا وربانا على هذا المبدأ وهو أن المحافظة على سلامة الجمهورية الإسلامية أولى من المحافظة على سلامة وحياة إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريحة تدين يقوم بهذا الفعل شلون يصير ويتقربون إلى الله بهذا إجرام زائد تدين حالهم كحالي مسرف ابن عقبة شكرا